يعتبر لبنان من الدول الأغلى عربياً لنحية التكاليف الدراسية يتكبد الأهل في المدارس ذات المستوى التعليم الجيد نحو 5000 دولار أمريكي في العام الواحد كمعدل وسطي وهو رقم ضخم مقارنة مع معدل الأجور المعتمد حسب ما جاء في موقع نومبيو لرأقان والأحصاءات يختلف القصة المدرسية حسب المستوى التعليمي للمدرسة البيع الاجتماعية، نظام التعليم كما أن الأقصاط تختلف ففق المراحل الدراسية ففي المرحلة المتوسطة يبدأ المعدل العام للأقصاط من 2000 دولار ويرتفع إلى أرقام خيالية تصل في بعض المدارس سواء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة إلى نحو 10 ألاف دولار وبمعدل وسطي فأن أقصاط المرحلة التمهيدية تبدأ من 2000 دولار وتصل إلى 4000 دولار أي أن الأهل عليهم تسديد ما بين 4000 و8000 دولار في هذه المرحلة أما في المرحلة الابتدائية والتي تصل إلى 6 سنوات يبدأ متوسط الأقصاط من 2000 دولار في العام الواحد ويرتفع إلى 5000 دولار أي أن الأهل يسديدون خلال 6 سنوات ما بين 12 ألف و30 ألف دولار أما في المرحلة المتوسطة أو التكميلية فتتراوح الأقصاط السنوية ما بين 4000 دولار و 6000 دولار أي بمعدل 5000 دولار سنويا ما يشير إلى أن هذه المرحلة تكلف نحو 20 ألف دولار على اعتبار أن المرحلة المتوسطة تكون بحدود الأربع سنوات وفي المرحلة السنوية تبدأ الأسعار من 6000 دولار وتصل إلى 9000 دولار كمتوسط عام أي أنه في العام الواحد يمكن القول أن القصة الدراسي يتمحور حول 7500 دولار ما يعني أن تكاليف هذه المرحلة تصل إلى نحو 22500 دولار على اعتبار أن المرحلة السنوية تصل إلى 3 سنوات أما بالنسبة إلى المدارس التي تعتمد على المناهج غير اللبنانية فإن الأسعار تكون مضاعفة كما أن المدارس المتخصصة بذوي الإحتياجات الخاصة عادة ما تفوق أقصاطها السنوية 8000 دولار وتصل إلى 12.014 دولار سنويا كمتوسط عام وعليه فإن ذوي الطلاب يسددون خلال 15 عاما دراسيا ما معدله 70 ألف دولار ما يوازي 5000 دولار سنويا أي نحو خمسة أضعاف الدخل الفردي اللبناني المحدد من قبل البنك الدولي في الوقت الذي قامت به معظم مدارس باحتساب دولار القصة المدرسية على سعر منصة صيرفة يبقى مرتب الأساتذة على سعر 1500 أو على فتاة 2400 ليرة فتحية للأساتذة في عيدهم على التحية تهزو ضمائر حتان المال التربويين اشتركوا في القناة